شاهدين قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستاتو إن الوضع في محافظة إدلب السورية مثير جدا للقلق لافتا إلى استمرار هجمات نظام الأسد وحليفه روسيا على المنطقة وشدد على أهمية وقف إطلاق النار في إدلب في إطار اتفاق أسيتان هذا وقتل تسعة وثلاثون عنصرا على الأقل من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك اندلعت في إدلب الخميس رغم سريان وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق روسيا تركي واستمر قصف النظام على العديد من المناطق خلفت سقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح نتابع في الوقت الذي نواصل به حياتنا بشكل طبيعي يمارس نظام بشار الأسد برنامجه الاعتيادي فيقتل عشرة سوريين على الأقل في ريف إدلب محافظا على سجله في قتل أبناء بلده والمحزن أكثر أن هذا الخبر أصبح روتينيا لمعظمنا ولا تتحرك المشاعر لأجله مع غياب المجتمع الدولي إلا ما يقدم على استحياء من شاحنات مساعدات محدودة لا تسد حاجة أحد فضلا عن إنهاء معاناته أمس الأربعاء قتل هؤلاء وأصيب العشرات معهم في قصف جوي للنظام على سوق شعبي في مدينة إدلب رغم سريان وقف إطلاق النار فاختلطت دماء المدنيين وأطفالهم ببضاعة مجزات في سوقهم الشعبي البسيط هجمات النظام وروسيا على إدلب خلال آخر شهرين ونصف أودت بحياة ثلاثمائة وثلاثة عشر مدنيا بينهم مئة طفل فيما يزعم النظام إلقاءه منشورات على المناطق التي يستهدفها بالقصف طالبا من سكانها الخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين على حد وصفه ولكن إلى أين؟ فالسوريون العزل عند خروجهم من بيوتهم وقراهم من رمضاء القصف يخرجون إلى جحيم مخيمات النزوح التي تنتظرهم بطينها ووحلها وبردها وشتائها أنا من ريف إدلب الجنوبي حين عصير عندنا بالمخيم طفاشنا من بشار الأساة جئنا لهين صار الأساة حين أصعب من بشار شهور قليلة إن لم تكن أسابيع من المتوقع أن يحكم بها النظام قبضته على الأرض شمال سوريا ولكن أي أرض أرض بلا شعب ووطن بلا مواطن ومدن بأسرها تحولت إلى مدن أشباح وجحيم جحيم قاس من الذكريات المرة شاهدين للمزيد أرحب ضيفي عبر الأقنار الصناعية سيد أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري أرحب بك سيد أحمد لو بدأنا من هذه المشاهد الإنسانية أين المعارضة السورية؟ أين الائتلاف؟ أين الدول الإقليمية؟ الدول العربية؟ أين المجتمع الدولي من كل ما يجري عبر تسع سنوات من المجزرة الكبرى في سوريا؟ مساء الخير لك سيد زياد ولساد المشاهدين يعني لا شك أن ما تشهده إدلب الآن هو استمرار لنفس النهج الذي اتبعته روسيا منذ تدخلها في سوريا في أيلول سبتمبر 2015 عندما اتبعت سياسة الأرض المحروقة وعملت على عمل تهجير السوريين بشكل كبير للغاية بدءا من الساحل السوري مرورا بوسط سوريا بالحمص ثم بعد ذلك اتبعت نفس النهج في الغوطة الشرقية ودرعة وغيرها من الأماكن وبالتالي ليس مستغربا حقيقة أن تواصل روسيا هذا النهج بزعم أنها ضامن للنظام وأنها ضامن للعملية السياسية ما تفعله ليس له على الإطلاق بالعمل السياسي أو بالعملية السياسية في سوريا وإنما هو محاولة لحسم هذا الوضع عسكريا النقطة الأخرى هي مسؤولية الطرف المقابل مسؤولية الدول الضامنة مسؤولية الدول المعنية بالعملية السياسية مسؤولية المتحدة ليس مطلوبا من السوريين فقط أن يواجهوا دولة بحجم روسيا بكل القوى العسكرية التي تدفع بها لقتلهم والاستخدامها أيضا داخل سوريا مطلوب من الولايات المتحدة كدولة كبرى مطلوب من الدول العضاء في مجلس الأمن مطلوب كذلك من مجلس الأمن كمؤسسة مسؤولة عن السلم والأمن الدوليين وبالتالي أيضا عن تركيا الضامن للمعارضة والمسؤولة عن تلك المناطق أن تتحرك أيضا وتعمل على إيجاد مخرج لذلك لا يمكن القبول باستمرار أن ما تقوم به روسيا هو مجرد خرق لوقف إطلاق النار أو تجاوز للاتفاقيات التي يتم برامها مع ما تقوم به روسيا فعليا هو مزر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هذا المطلوب منذ بداية الثورة والحديث عن المطلوب من المجتمع الدولي ولكن المجتمع الدولي لم يحقق أو لم يقم بشيء من هذا المطلوب اليوم سؤال كبير حول المضامين حقوق الإنسان الشرعة الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان لماذا يتخلى عنها المجتمع الدولي في سوريا تحديدا اليوم دعني أحدد الأولويات أيضا في ضوء الاجتماعات التي عقدت مؤخرا مع الجانب الأمريكي ومع أيضا الأطراف الأخرى وتحديدا كان هناك وفد أمريكي يزور تركيا والتقى المعارضة على أكثر من مستوى ووضع أيضا في صورة ما يجري في إدلب وفي المناطق التي تتعرض للقصف أولا يجب أن يكون هناك ضغط سياسي كبير من قبل المجتمع الدولي والولايات المتحدة على الجانب الروسي الولايات المتحدة هي الدولة القادرة على أن تمارس ضغطا على روسيا لكي توقف هذا الهجوم تحديدا لأن الطيران الذي يقوم بالقصف إما هو طيران روسي بمعنى يقوده طيران روس أو أنه طيران يحصل على إذن بالتحليق وبإلقاء الحمام والقنابل والبراميل المتفجرة من قاعدة حميميم الروسية وبالتالي أولا هناك دور من قبل الولايات المتحدة ثانيا هناك دور أيضا من قبل الجانب التركي المعني بعدم الصمت أو بعدم التعامل الحقيقة بالشكل السابق مع هذه الجرائم التي تقوم بروسيا هذا الأمر لا يتعلق بمجرد خروقات يجب أن يكون هناك موقف أكثر وضوحا وبالتالي ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي توفير الدعم العسكري اللازم للجيش السوري الحر لمقاومة هذه الهجمات التي تتم على المستوى الميداني يعني لا بد من فتح معارك أخرى غير إدلب حقيقة لمواجهة الروس من ناحية ومواجهة النظام وأيضا أوجاع النظام بشكل خاص في مناطق سيطرته والجيش الحر قادر على ذلك إذا تلقى الدعم العسكري الكافي والدعم اللوجستي وأعتقد أن هذه الخطوة باتت ضرورة لا يمكن القبول باستمرار بأن تختار روسيا زمان ومكان المعركة وتقوم بهذا القصف الوحشي على المدنيين كما نشاهد الآن في القرى والبلدات السورية ثم تأتي بقوات أرضية لكي تحتى المناطق تصبح خالية تماما من السكان وخالية من كل شيء بما في ذلك تدمير البنى التحديد المعلومات اليوم تحدثت عن أن الجانب التركي أبلغ الفصائل الجيش السوري الحر في شمال سوريا بأن كل الاتفاقات السياسية قد انهارت وبالتالي عليهم الاستعداد هل هذه المعلومات دقيقة وبالتالي إلى ما يشير ذلك يعني أعتقد أن الجميع الآن مضع أمام الاستحقاق اللازم بمعنى آخر إذا كانت هناك اتفاقات فلماذا لا يطبقها الجانب الروسي وهذه الاتفاقات لم يجف حبرها بعد وبالتالي هي تبنى على اتفاق سابق لم يتم الالتزام به وكذلك اتفاق سابق أيضا لم يتم الالتزام به إذن الجانب الروسي ليست لديه إرادة للضغط على النظام وبالتالي تتحرر الآن المعارضة ودعمها من هذه الاتفاقيات ويجب بالتالي أن تحصل على الدعم اللازم لكي تكون لديها المبادئة في الهجوم والمبادئة أيضا في الدفاع عن نفسها ونحن نأمل حقيقة أن نرى هذه الخطوة على الأرض بمعنى آخر أن تبادر الأطراف المعنية لدعم الجيش السوري على الأرض في إدلب وفي غيرها أيضا من المحافظات وأعتقد أننا سوف نرى تغييرا جوهريا في المعادلة الميدانية ربما خلال أسابيع قليلة لو حصل السوريون على الأسلحة الكافية للدفاع عن أنفسهم حتى لو لم يحصلوا على أسلحة مضاد للطيران بمعنى آخر إذا تم الحصول على أسلحة سواء تعلقت بأسلحة مضادة للدروء أو أسلحة للقتال الليلي لأننا في بعض المعارك نشاهد أن هناك فرق كوماندوز روسية حقيقة تشارك بالهجمات الليلية وليس فقط النظام أو الميليشيا الإيرانية نعم طيب التقرير قبل قليل تحدث عن أنه يتوقع خلال الأشهر أو حتى الأسابيع القادمة أن يسيطر النظام أو يعيد سيطرته على إدلب بغطاء جو روسي طبعا وبدعم من الميليشيات وبالتالي إذا حصل هذا ما الذي سيتبقى من الثورة ومن المعارضة السورية ومن مستقبل للشعب السوري الذي ثار على النظام يعني هذا حالة افتراضية حقيقة الوضع ليس بهذه السؤولة اليوم النظام شن هجوما مدعوم بالطيران الروسي وسيطر على بلدتين ثم انسحب منهما بعد ذلك نتيجة أيضا ضغط الثوار واستعادتهم لزمام المبادرة وأيضا نلاحظ أنه في مناطق الساحل هناك قصف وعمليات هجوم مستمرة ولكن النظام لا يستطيع السيطرة على تلك المناطق الأمور ليست بهذه السهولة الوضع الخاص لحقيقة للنظام القتالي الميداني موضع سيء ليس وضعا جيدا على الإطلاق لكن ما يحصل من الناحية الفعلية أن هناك طائرات روسية تقوم بعمليات قصف وحشية للقرى والبلدات السورية وتمسح تلك المناطق عن بكرة أبيها يعني الآن هناك بعض القرى انسحب منها الأهالي غادرها الأهالي تماما هي خاوية من السكان مع ذلك يقوم الطيران بقصفها وتدمير ما تبقى فيها من عمران هذه جريمة وحشية وإبادة حقيقة لم تحصل إلا في الحرب العالمية الثانية يعني ما يقوم به الروس هو جريمة إبادة جريمة حرب جرائم ضد الإنسانية هكذا تصنف لكن فعليا هم يواصلون هذه المسيرة لأنهم يريدون السيطرة على سوريا بالكامل ويحاولون أن يستغلوا الآن العلاقة مع تركيا أو الحسابات العلاقة مع تركيا من أجل الوصول إلى هذا الهدف وأعتقد أن الجميع الآن يجب أن يدرك أن روسيا ليست معنية بالحل السياسي في سوريا وأنها يجب أن تدفع ثمن هذه الجرائم طيب في خضم كل هذا سيد أحمد رمضان وبصراحة وبشفافية لماذا يبدو الائتلاف ضعيفا وبات حتى أن البعض بات يصنفه وكأنه ناشط إعلامي فقط يصدر بيانات أو ينقل أخبار وليس له ذاك الفعل السياسي لم يمثل هذه الثورة بحجمها الضخم وبحجم ضحاياها لم يستطع الائتلاف أن يمثلها سياسيا خير تمثيل يعني لا شك أن القضية السورية باتت معقدة للغاية القضية لا تتعلق بصراع محلي بين النظام وقوة الثورة والمعارضة وإنما تتعلق بصراعات إقليمية واسعة بصراعات أيضا دولية كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن باتت موجودة على الأرض السورية ومتدخلة في هذه القضية ولذلك لا نتحدث عن فعل سياسي بشكل محدود نحن نتحدث عن معركة سياسية كبيرة ومعقدة أعتقد أن المعارضة تبذل ما تستطيع من جهد في هذا الاتجاه تجري اتصالات مع كل الأطراف لكن في النهاية هناك وضع في الميدان موجود وهناك نتحدث عن قوة إحدى القواتين الرئيسيتين في العالم روسيا تستخدم الآن كل ما لديها من ذخائر وأسلحة بما في ذلك الأسلحة التي يجري تجريبها بأجساد السوريين وبأطفالهم كما تحدث بوتين مرة عن أنه جرب أكثر من 200 سلاح حتى الآن ودرب أكثر من 63 ألف ضابط وعسكري روسي على القتال داخل سوريا لكن في المقابل علينا أن نرى المشهد من الزاوية الأخرى روسيا التي تدخلت في 2015 نحن الآن في 2020 روسيا لم تستطع أن تحسم هذا الصراع لصالحها بسبب قوة وبسالة الشعب السوري وأعتقد أن على المعارضة بما في ذلك الاتلاف أن تعيد النظر بتركيبتها وبوضعها الداخلي لكي تكون فعلا بصورة التمثيل الحقيقي لهذه التضحيات الجسيمة والكبيرة للشعب السوري أشكرك جزيلا سيد أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في الاتلاف الوطني السوري كنت معي عبر الأقمار الصناعية من أستنبول ترجمة نانسي قنقر